تعد الفيتامينات جزءاً حاوياً من النظام الغذائي الصحي لجسم الإنسان فهي تعمل على إيجاد توازن دائم داخل الجسم وتزيد من مقاومته للأمراض فيتامين دال أحد أهم الفيتامينات الأساسية في الجسم المسؤولة عن توازن المعادن خصوصاً الكاليسيوم والفسفور إذ يعزز عملية امتصاص المعادن في الأمعاء إضافة إلى ذلك فإنه يساعد في عملية تنظيم نمو الخلايا كما يعمل على تثبيت نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي وتحسين أداء الدماغ خصوصاً عند كبار السن ففي دراسة بحثية أجراها باحثون في جامعة التافت الأمريكية لفحص مستويات فيتامين دال في أنسجة المخ وتحديداً لدى كبار السن الذين عانوا معدلات متفاوتة من التدهور المعرفي تبين أن الأشخاص الذين لديهم نسبة كافقة من فيتامين دال يتمتعون بوظائف إدراكية أعلى من أقرانهم لا يقتصر الأمر فقط على أهمية فيتامين دال بالنسبة إلى الإدراك العصبي عند الكبار بل أشارت دراسة أخرى إلى أن الخفاض معدلات الفيتامين في الأعمار السنية فوق الخمسين قد يكون عاملاً مؤثراً في انخفاض القوة العضلية والعصبية لدى الأفراد وهو ما يعرف بمرض الدنابينيا لكن هل من جرعات مخصصة مكملة لفيتامين دال يوصي مع أحد الطب الأمريكي بتناول مكمل يحتوي على 600 وحدة دولية يومياً من فيتامين دال للأشخاص الذين تقلوا أعمارهم عن 70 عاماً وفي الوقت نفسه يحذر الخبراء من استخدام جرعات كبيرة من مكملات فيتامين دال كإجراء مقائي حيث أن الكميات الزائدة يمكن أن تسبب ضرراً وربما تصيب الشخص بالتسمم ترجمة نانسي قنقر